بي قديش بي اثناش احنا بي احداش وبي اثناش دكتور اثنين قربين احداش واثناش انت جيت معي قبل هيك لا دكتور ما جيت معي رابعة ثم ثلاثين طيب يعني بافترض هل يكون عندي حوالي شتعشرين طالب مش هيك تقريبا اه دكتور طيب على دعاء معي اه اه معي دكتور ايا بس نتفقد نشوف مين موجود ايا موجودة اا موجودة اوكي ضبط الصوتي ايا طيب هديل اي موجودة دكتور هديل اوكي دهاري دهاري ظاهري دكتور ظاهري 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 شو الاسم الاول ظاهري اس عبدالله عبدالله معي كتابة 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 ما برد جود نعم دكتور نعم دكتور جود خطيبة نعم دكتور فارس نعم دكتور لينة نعم لينة نعم نعم ايهم نعم 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 دكتور ايهم موجود سالمة 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 نعم دكتور سالمة بس هظه موجودين لحد الان ايه 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 اي دكتور هما يعني تقريبا هسا بكونوا عم يتخذوا يعني عندي لحد لان قتابة ما ردش علي قتابة الشكل وفتح وما بعد قتابة ما ردش علي هو عبدالله عبدالله كمان ما ردش علي نعم دكتور ايه ايه عبدالله ايجيت ايه دكتور موجود قتابة وينك هاي نعم دكتور موجود قتابة اوكي اه في حد ما ندلش عسمه السمعني شاء لحد لان بس هداشر واحد اللي معي قديش يدو على المجموعات تاعتك كل مجموعة قديش اه مجموتي 13 طالب تقريبا هديك 13 او 12 كمان يعني ما في 26 هلا اقلم للنص الموجودين اه اقلم للنص الموجودين شو قصدكم طيب دكتور هلا فيه اعنا تقوى او دكتور تقوى ايوة في حد ثاني موجود وما طلع اسمه طيب طيب لنشوف ميم حيظهر علينا بعد شوي هلا احنا this is clinical round اليوم انا معاكو هلا في clinical round وبعد على الساعة واحدة مفروض في عندي two lectures تقوى الساعة واحدة عن salivary glands وعن nutrition واذا يتم نحاول هنا نخلص في غضول الساعة مشا نكون معنا وقت نرجع على الساعة واحدة ف this is clinical round في clinical round لانا في الواقع اللي على online انا ايضسكس ريال كيس يعني مش التوبتس يعني ايضسكس ريال كيس وي try to يعني discuss it with you and you should participate اسمع منكو واحكي اقدمي لكو في الظروف العادية يجولي احنا في clinical rounds بكون انتم اخذين history وعملين physical examination وبعدين احنا بنسمع منكم ومنناقشكم هلا انتم حتسمعوا مني وتناقشوني حتسمعوا مني a case which is يعني was treated this week من حلاتنا احنا احيانا من ناقش اكثر من حلاتنا بس اليوم رح اقتصر one case خلال الساعة منكم ان شاء الله خلصينا this case presented six years old female patient presented to the clinic في البدايات وبعدين admitted last week وoperated كمان وdischarged كمان قبل يومين discharged the case كان المين presentation chief complaint تاحة lump in the right breast lump in the right breast six years old female patient فهلا يدعى لو كنت معي بالعيادة هيك اجتك المريض تقول لك how would you approach her رح أبدلش مع أنو أسألها عن هاي اللمب مثلا متى راحضتها إذا ها painful ولا painless good آه يدي أحلل هاي the duration I noticed in the last one month one night is not painful noticed while she was bathing أو بس في أس الثاني بكتور إذا تغير حجمها آآ الصعينز اللي إحنا منلاحظها وإحنا مننفحص بالمريض فإحنا يعني هذه المريضة كانت تبقين تنقيم full notice خلال one month did not change خلال هال المنظ هذا لكن ظلت تلاحظها موجودة other questions السريع خلنا مشان ننتقل لها شيئة ثانية إذا في لمس وحل ثاني بالbody في other mans في الbody أو في other breast أو في same breast يعني هال لمبها موجودة في breast اليمين في كمان other lumps أصغر منها مثلا في other lumps على left side على left breast في other lumps في body okay agree with you كمان هلا إحنا يعني منشان الأكيد لو نظل نحك بالهيس نظل بالهيس بس إحنا دائما وأبدا لم تجين مريضة عمرها 60 سنة يعني هيك سريع قبل ما نأخذ history و physical examination بسير شو بالdifferential diagnosis في ذهن في ذهن إيش بدأ يضرب في ذهن شو possibilities malignancy malignancy فارس أيوة 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 كمان عندي كرم ظهرت عليه كرم نعم دكتور كرم نعم دكتور شو بظهر شو بظهر بالdifferential في ذينك أرو في breast mass بصير نفكر differential common يعني يعني هيك على السريع بصير لوحد يقول لك والله الأشياء بصير breast mass is presenting as mass ممكن تكون ممكن تكون hemorrhage diktor متجية trauma مثلا ممكن تكون hemorrhage trauma يعني هذه هل المريضة بتقول لك والله إلها شو هل طبعا بتسألها بتسألها بتقول لك صحة لك ضربة لا ما صح ليش طبعا فإحنا يعني قاعدين بنحكي عن mass لا حظة هي عم تتحمى مقلنا أوكي ممكن fat necrosis أشياء fat necrosis ممكن fat necrosis يعني إحنا هو بدي واحد نقول cancer إحنا دايما وابد نحط الاحتمال دايما breast mass في إلدار the patients يعني عمرها بالستينات بنصير نحط في ذهنة لا تكون breast cancer بس قبل breast cancer في عندنا الكمن اللي هم الbenign benign conditions واللي منهم أكثر إشي fibroma نعرف إنه في عندنا بصير عندنا fibroma وفي بصير في عندنا ها هايش كمان cyst مثلا في fibrocystic disease مثلا لعبوهم مثلا وكنت تكون fat أوكي ف these things اللي بترون مثلا يكون fat necrosis مثلا فبننصير عاد احنا نسأل ولذلك من الأسل اللي نسألها واللي هلا بدنا يعني يعني تأتي يعني توكسيكلود بالنسي وإحنا بنسأل بالأسل فأنت سألتوا عن other masses سألتوا عن pain مثلا شو من نسأل كما في 61 سألتوا إنه في trauma لا ما كيش trauma شو كمان بنسأل دكتور ممكن نسأل إذا بتختفي ولا دام الموجودة اي بتختفي ولا دام يعني بتظهر مثلا مثلا في ظروف معيان وبعدين خفت راحت ولا شي يعني هذه ممكن نشوف بتظهر في patients يكون young patients بعدهم يعني hormonal active لسه بعد في عندهم منسس 6 عمر 60 سنة فنسأل ممكن نسأل ها ما انتهت المنسس عندها عندها بعد في منسس unlikely لأي منتصر عندها المنوبوس أوكي بنسألها مثلا عن نبل ديشارج ما رح نسأل عن نبل ديشارج مش هيك فلو سألنا عن نبل ديشارج شو أنوا نبل ديشارج اللي انتو تخافوا أو بتعتقدوا موجودين ممكن الملك نفسه أو ملكي يس أكثر واحد بخوفنا بلودي نبل ديشارج ممكن يكون يلوش ممكن يكون سيرس ممكن جرينش ممكن براونش كل هاي كالرز يعني بوسيبل أكثر شي له فرانك بلود رد نصير نخاف من كارسينوما تكون دكتور كارسينوما لكن ممكن تكون كمان بابيلوما بناي اليلوش والجرين أظه لم يشوفوا مكثير بيش بأي ديزيز مين بقول لي أسامع شو كوندشنز اللي بتعمل غير الماليقنسي وغير البابيلوما اللي بتعمل نيبل دستشارج شو نعم دكتور بس مش عارفة صراحة شو كوندشنز ممكن تعمل نيبل دستشارج معروفة مو خاطر عبالي إشي صراحة معروفة أن أنتتي اسمها أنتتي بنسميها fibrocystic disease سامعين فيها fibrocystic disease لازم تقروا عنها بس this is common fibrocystic disease اللي بصير changes في the breast يكون في نوع من fibrosis والcist formation والepithiliosis والpapulomatosis فبتلاقي فيه دايما هذول المرضى وهي بظل يجعل عندهم ساكل الكلبين يعني قبل الدور الشهرية بصير عندهم pain وبتلاقي حيانا فين discharge من النبل ممكن يكون greenish discharge أو brown احيانا فبريستic disease معروف عنه انه بحطي نبل discharge في عندهم دكتكتازيا لازم تقرأوا عن دكتكتازيا مين بقول شو دكتكتازيا تقوى دكتكتازيا سامع فيها لا مين سامع دكتكتازيا رانيا في عندي رانيا داخل على الخط رانيا نعم دكتور معك دكتكتازيا انه بكون في دايلاتيشن في الدكت بسبب تجمعات ناس ناس كود يعني دكتكتازيا تشبه البرونكيكتاز ويكون في عندنا ملطب دايلاتيشن وستينوس في الدكت احنا منعرف انه في عندنا حوالي خمسة عشر بين لكتفيرس دكت دايلاتيشن 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 يعني قنيات صغيرة فهالدكت الرئيسي والدكت بصير فيهم deformities وبقولوا بيكون في يعني بيريدكتال مستايتس بسموه احيان بلازم سيل مستايتس فبصير في deformities نفس في النبل نفس في الدكت وبصير في stagnation of the secretions وبصير يطلع discharge فبنا نفكر بدكت كتز لذلك دائما عبد سؤال مهم في أي مريضة تجينا بأي breast complaint وخاصة breast mass إنه في نبل discharge ولا ما فيش نبل discharge مشان نشوف هل هو bloody ونخاف من malignasia أو papilloma أو هو greenish و يلوش ونخاف أو نفكر fibrosisting disease أو هو تعبد greenish thick بص مثلا إذا كان في inflammation أو abscess أو هو حيان cirrus أو يلوش في buctectasia فهي المريضة ما كان عندها ما كان عندها أي نوع من Nipple discharge مش رؤيتكم في Nipple discharge بس عندي mass وفي هاي المنز ثابتة خلال الشهر لحظتها وما فيش other masses هلأ وفيش في the same breast ولا في other breast شو other questions بنسأله لعنا خطر بان أو بنحط بان خاصة واحدة عمر 60 سنة احنا نعرف انه كل ما زاد العمر كل ما كانت مسيبيته أكثر احنا نعرف بريست cancer يعني قبل سن العشرين أو قبل نادر يعني أو بجوز نت ربورت إلا في يعني يعني rare cases في سنة 20 كمان rare بعد الأربعين بيبدأ يزيد الانسيدنس ومع ال60 و50 60 وطار بيكون البيك أوكي وذلك يعني واحدة عمر 60 سنة احنا خايفين من الماليقنسي لازم نضال حطينا في ذينا لحتى نثبة العكس أو نثبة الذين أوكي فشو أخر كوش نصير اللي تكسكلود الماليقنسي يعني بدنا نشوف شو في risk factors نحنا منعرف انه في risk factors لل الماليقنسي موجود عند بعض المرضى بدوا تصلهم بالأخير للماليقنسي من risk factors بنسأل عنهم شو الريس factors بنسأل عنهم إذا في family history دكتور Very good family history معروف انه عندهم family history عندهم فرصة ثلاث إلى أربع مرات الـ population نصير عندهم كاسر family history كمان دكتور ممكن سأل عن هرمون replacement للإستروجين يعني هستر انهم بيأخذوها لأنه في ستات بعد المنوبوس بصير يأخذ هرمون replacement أو بأخذو هرمون ثرابي بجوز لأ endometrial problems ولا شوك كمان risk factors تعلمتوهم مفروض بتنسب تقرؤوا عنهم حتى الفيمين الدكتور لازم يكونوا بيعرفوهم أكثر مقول اللي مين هم اللي بصير أكثر عندهم ماليق ننسي دكتور المنسي والperiod أيوة المنسي and لات مناركي يعني هاي السبت بنسألي أمتى بقي عمر جاه المنسي وبقي عمر ووقف المناركي فمتلاقي اللي بيجيهم يعني ع 12 ع 11 وليت المناركي بوصلوا 50 و 55 هذولة عنده قبلية أكثر family history good كمان ممكن يسأل عن number of pregnancies يعني كم حمل صار إلها إنه الابارتي ياس والمال تبارتي ياس بيقولوا إنه المال تبارة أقل إنه الابارة ممكن يكون أكثر late pregnancy يعني لما بتقولك أول حمل صار لما كان عمر 35 سنة مثلا هاي بيقولوا إنه أكثر أكثر من 70% من من الباتي اللي بيجون بريست كانسر ما بتكون عندهم لما من نخذ من هست ما من للاقي عندهم risk factors فموش رضا إنك تلاقي risk factors بس we should ask about risk factors طيب سألنا عن هاي risk factors سألنا عن البين فأنا نسأل عن أضر مثلا سألت واحد منك وقالت نسأل عن التروم مثلا سألنا مفروض نسأل إنه بصير مثلا مثلا يعني constitutional symptoms ولا لا في other مانسي أوكي فهي خلاص من الهيست فننقفز شوية أكثر على الفيزيكي الإجزامي بيقول شلون بدك تعملي هلا لو بد ننسأل قتيبة شلون how would you examine this patient ها قتيبة معي قتيبة مع برد آية آه دكتور معك يالله واحد من قتيبة معاية يقول لي how would you examine this patient اللي تعلمنا بال introductory course يعني أول شي إحنا من نقول كيف نعمل exposure يعني مفروض وحنا تعلمنا إنه exposure of the breast مفروض إنه نكون exposure of both breast at the same time وال ideal إنه كون المريض exposed من waist يعني من الخسر upwards بعد إحنا عندنا في society بتاعتنا يعني في females يعني مكون embarrassing إنه تعمل هذا exposure بس على أقل the exposure should be exposed thoroughly مش هيك آية قتيبة آه دكتور شو بدك تشوف في ال inspection في 8 inspection ممكن أول نلاحظ إنه color ممكن هل نفس لون skin أو hyper pigmentation أو hypo pigmentation أو pigmentation أو color changes good كمان من لاحظ إنه هل هي على unilateral breast أو both breast من خلال x-logic قالت هي بتشكي عن breast هسا يت فهي نشوف إنه visible bulge ولا لا كمان نشوف symmetry يعني هنا أنا بدي أتحدث هنا بس لازم تشاركوا إحنا منطلع ونشوف symmetry both are both symmetrical شبيهين ببعض ومبعض ولا في جهة بتختلف عن الجهة ثانية في asymmetry ممكن نلاحظ مثلا في المريضة عشان نشوف symmetry نطلع المريضة وإيديها على جنبها بعد شوية نرفع المريضة نخلي نحط إيديها على راسها وبعد شوية نخلي تحط على الخسر ومشوف symmetry نشوف direction of the nipples نلاقي أن direction of the nipple يجول مفروض يكون downwards and laterally ممكن يكون نipple رايح downwards laterally نipple الثاني رايح مثلا laterally and upwards asymmetry contours نطلع contours of the breast على الجهتين كيف contours فهي المريضة ماذا نعطيكم مثال لما عملنا هنا الانسpection وجدنا أنه لما منقارن both sides على الجهة اليمين في lateral contour of the breast كان في نوع من retraction tithering skin fight لجو شوية نقارن الكنتور الثاني لا نافق هناك يعني هلا لو نوع الواقع من وجيك وانتو حتشوف الصور حتشوف مستقبلا في المرضى ففي retraction وتithering of the skin في lateral contour of her right breast نتأكد ونتطمن أنه ما فيش nipple retraction نطلع النبل مش فايت لجو طالع لبرة والdirection تاعه مزبوط ولا لا لما ترفع المريضة أحيانا retraction والnipple retraction والtithering ممكن يظهر أكثر لما المريضة ترفع يديها على راسها فوق تصير الأمور أوضح بكثير inspection كمان نطلع الأجزلة ننشوف في إش bulging في الأجزلة ولا لا والsymmetry يعني بوث الأجزلة looking the same طلعنا إذا في other legions نطلع إذا في ulcerations إذا في آثار nipple discharge إيش كمان دعا discharge إذا في discharge أوكي ممكن نلاقي في آثار discharge بعدين ما رح نعمل palpation في البلبيشن القاعدة اللي تعلمتوها واللي لازم تتعلق وتعرف ولا تتذكرها دائما أن you start with the normal breast يعني إحنا بنبدأ في الجهة الشمال هاللي المريضة بتشكي من لمبة اليمين إحنا بنبدأ في الجهة الشمال والإدية والإدية إنو نعمل palpation ونكون مريضة هالسعيات نجلس تكون قاعد إحنا بدأها الانسpection وهي semi-sitting position لكن بعدين البلبيشن ممكن نروح نحطها سبعان نبدأ palpation البلبيشن لا نبدأ نعمل palpation للبريست against the chest quadrant by quadrant ببدأ باللف بريست بروح مثلا الinner outer upper outer outer lower outer upper inner upper وبعدين بروح على الاريولة والنبل وتأكد إنو ما فيش anything وبحس الconsistency of the tissues بعدين بندخل على الاثر بريست اللي هي بتشكي منه المريض فإحنا لما مشينا هيك وجدنا إنو لما منصل ل outer upper quadrant of the right بريست منحس في firm mass تقريبا حوالي 2 by 2 centimeters ill-defined mass يعني كان في ill-defined mass معنى ill-defined لنو ما بتقدر تحددها مش زي الفابر أدينوما في الفابر أدينوما اللي هي بي لان دوحل أو زي طابة التنس الصغيرة أو زي حابة الفشدل أو اللوز أو الحمص moving freely اللي هي بيسموها breast mouse fibroadenoma لأ هون المass كانت ill-defined mass firm وموبايل هي اللي نلاقي mass بنتأكد عادها اللي هي تندر كدش dimensions تأحى هل هي ill-defined هل هي hot في فوق hotness في redness حواليها مثلا لا ما كان لا hotness ولا redness ولا it was not painful في discomfort في المنطقة ill-defined mass mobile بس مش freely mobile زي breast mouse مثلا فهمنا skin over it is mobile ولا ملزق بالسكن fix to the chest wall ولا it moves over the chest wall in in this patient كان في عندنا mass في outer upper quadrant 2 by 2 centimeters ill-defined not tender فيش عليها لا hotness ولا redness ومobile skin over it is mobile بس في limitation هل اللي عنده experience بلاقي انه skin over it مش كثير mobile في limitation في المovement وهاي بفسرنا التethering اللي شفناه التethering اللي شفناه لما عملنا inspection لما المريضة رفعت ايديها فوق راسها هذا التethering شو هو يعني نفسرلكو هل الوقت انه في الماليقنسي بيبدأ الماليقنسي يعملوا invasion و fibrotic reactions حواليه وبعمل invasion ل ligaments بسموهم cupers ligaments أو suspensory ligaments اللي هما reaching the skin أو attaching the skin ل breast tissue فبصير في retraction و contraction في cupers ligaments وبتلاقي الskin بدأ يعمل depression يفوت لجو فبصير limitation في movement of the skin over it فهي النقطة الوحيدة أو نقطين اللي كان الموجودات positive في physical examination إنه المass 2x2 centimeters firm inconsistency mobile over the chest wall skin over it is tethered and limited mobility over it بس في other masses لا مكانش في other masses طيب يهمنا بعد ما خلصنا البريس نطلع عن نيبل نعملهم palpation النيبل نفسهم نشوفهم النيبل فيهم retraction الثنين على الجهتين زي بعضهم البعض و easily مثلا بال bubble ما فيش masses تحت هيهم الarea فيه masses تحت الarea بعد ما نخلص البال patient نروحنا من البال patient للأجزلة نفحص الأجزلة على الشمال نفحص الأجزلة على اليمين لليش منفحص الأجزلة ؟ عشان نشوف للمف نوز بعد ما نعمل breast examination مهم جدا بالنسبة لنا أنه نحفحص الأجزلة نحن نعرف أنه الأجزلة تحتوي على عدد هائل كبير جدا من الليمف نوز وأنه breast sends its lymphitis to the axilla وأكيد لازم تذكر groups of lymph nodes الموجودين في الأجزلة مين بيقول إشي هما groups of lymph nodes اللي بالأجزلة groups of lymph nodes اللي في الأجزلة فارس مائي فارس مائي فارس مائي فارس تذكر شو groups of lymph nodes بالأجزلة هما lateral وال anterior posterior central و apical جود جود يعني إذا كنت تكون حافظهم كويس حتى بتعطيهم اسمها غير هذه الانتيريار اللي هي بنسميها interpectoral يعني على مستوى pectoralis major border pectoralis major pectoralis minor anteriorly تحت الأجزلة من الأمام الأنتيريار اللي ما نسميها interpectoral group البosterior group اللي هي ما نسميها subscapular واللي هي منحسها من the front behind أسهل ال against the chest wall central group اللي منحسها في المين space of the axilla لما منروح بالتبع of our fingers حتى towards the apex of the axilla نقول this is the apical group ومن لما منروح against the neck of the humerus في الarm نقول this is the lateral group فإحنا دائما وابدا لازم نكون systemic يعني مش حياة الله قاعد يوم نحط صابعنا به هذا الزلة system ننتقل anteriorly على anterior axilla fold posteriorly subscapular region laterally against the arm apical and centrally ومنشوف اللymph nose منحاول هل فيه masses وإذا فيه masses موبايل ولا fixed وإذا فيه masses tender ولا not tender في هذه المريضة ما حسينا ما حسينا lymph nodes هل هي بالظروف العادية الإنسان العادي نقدر نحس lymph nodes هيدراء لا دكتور إلا إذا كانت يعني inflammation yes يا inflammation يا فيها malignant deposits يعني فيها inflammatory process أو فيها some malignant process وفي بعض الحالات ممكن يكون في residual fibrosis نتيجة previous inflammation أو في lymphomas مثلا فإذا هنا we could not feel that في الظروف العادية we could not feel that لكن هل كل الليمفنوز حتى لما يكون فيهم slightly large وملينا نحسهم بسهولة عدم إحساس الليمفنوز does not exclude إنه ممكن يكون فيه involved lymph nodes بس لساتهم small and not easy palpable خاصة إذا كان المريض obese وعشان بقوله حوالي 30% من الباشن اللي بتحسهم إنه ما فيش clinically negative lymph nodes بكون في عندهم lymph nodes أما يتبين معنا هذا الحكي لما نجح نعمل العملية ونأخذ عينات من الأجزلة نأخذ عينات من الأجزلة طيب إذن هاي المريضة ما حسين ماسس حسين كل المناطق اللي حكينا عنهم الجروبس ما حسين اش ماسس أوكي حسنا صارت الأمور أوضح بعد ما عملنا examination طبعا بعدها إحنا ممكن طبعا يعني كمان نروح على السوبر clavicular region مش بس بالأجزلة sub clavicular و super clavicular حول ال clavicle ونحس تحت clavicle ونحس السوبر clavicular في root of the neck إذا في lymph nodes وبحصل أحيانا إذا في advanced malignances إنه حتى السوبر clavicular lymph nodes تكون involved فمنحس هاي المناطق وبعدها منعمل general examination من patient ومنتأكد إنه مثلا head and neck chest abdomen فيش hypotomy وفيش مشاكل ما كان فيه إشي يعني بدي ألخص أنها ما كان إذا صار الصمري إن هاي المريضة عندها mass هاي الماس 2x2 centimeters ill-defined في skin tethering over it فيش nipple discharge الماس is not duretion اللي هي لحظتها من شهر لكن مجوز كانت موجودة من زمان وكانش بتحسها هاي المريضة كان عادل من نارك تاحها منتهي بادي على R14 ومنتهي على R45 ف أوكي وhow to proceed with this patient what to do مين يختر ultrasound دكتور أيوة ليش ultrasound يدعى شو فائدة good ultrasound should be done بس what is the advantage of ultrasound بس بس الماس اللي موجود معها احنا عزينا الماس تبين تفاصيل الماس يعني بتبين إنها solid ولا cystic يعني هل هي solid ولا cystic يعني بتكون cystic بتصير احنا المية الأكثر إنها والله بجوز ما تكون ش مليق ناس وفي احنا بنعرف في cyst بتصير بالبرس solid ولا cystic this is one اثنين ممكن بيننا إيش كمان في other small masses احنا ما حسيناهم أو other small cyst لأنه أحيانا في أي mass يعني بحدود واحد سانتي وطالع ممكن أحسهم أقل من واحد سانتي أحيانا خاصة في bulky buris ممكن ما تحسهم ولذلك yes it gives us كمان في other small masses سوى solid أو cyst أو cystic okay the ultrasound is mandatory للبوث برس لاحظوا ما في نعمل إحنا لون برس للبوث برس كمان إذن بدنا عمل ultrasound كمان ممكن mammogram mammogram is mandatory لازم نعمل mammogram وإحنا لما نرجح السعيات للprevention وقولوا إحنا تعمل screening للبوث كانسر في الدول المتقدمة بدأ من عمر الأربعين ده الستات من عمر الأربعين وطالع بصير يبدوا يعملوا لهم screening mammography screening mammography كل سنة أو كل سنتين مثلا ليش لأنه إحنا بنعرف أنه breast cancer is common in females مش هيك اللي بقولوا في الكتب تاكو وأعتقد هذا الحكيم موجود حتى عنا ببلادنا ومعنا ما فيش إحصائيات واضحة أنه من كل ثمان سنة ستة أتوان will have breast cancer some time in her life يعني this is common عشان هيك بعملوا screening mammography بعد سن الأربعين وعلى الخمسة واربعين وطالع في هذه الدول يجوا على المراكز بدون ما تشكل مريضة ومشان يكتشف breast cancer بكير هو لسه بعد وحجم صغير فإحنا هون جايتنا مريضة في عندها مأس حسوسي وملاحظيتها ثابتة بنعملها mammogram this is important على الماموغرام حيبننا إذا فيه changes suggestive of malignancy في changes في الماموغرام ممكن تظهر علينا أهم change شو هو مين بيقول لي أهم إشي ممكن يظهر علينا يخوفنا يقول لنا والله بجوز cancer ظاهري 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 علينا ليس ظاهري ومحد ما سمعنا شصوت دكتور ممكن invasion للثبتش الثاني invasion لإيش invasion للثبتش الثاني invasion يعني إحنا رح نلاقي excessive fibrosis في المنطقة وأهم إشي micro calcification ممكن نشوف micro calcification تكلث micro في نفس الماس نفسها مع excessive fibrosis في المنطقة نفسها مع شكل الماس بصير تبعنا علينا بالإكسري فيها اللي قلنا هي ill-defined فيها speculation زي زوايا أو specules زي النتوءات طالع فيها مع مع faking of the breast tissue of the skin over it هاي features بتخذينا suggestive of malignancy عشان هيك السعيات هاي changes اللي بلاحظوها الراديولوجست بروحوا بعملوا classification بربطوا المعلومات اللي شافوها بالألترا صاند والمعلومات اللي شافوها بالمامو جرام وبعدين بصيروا صنفوا هالشدو اللي شافوه هاله سموها بايراد بايراد 1 بايراد 2 بايراد 3 اللي هو breast radiology imaging scoring فكل ما كانت في excessive fibrosis speculation microcalcification كل ما أخذ رقم أكثر 4 أو 5 بصير more suspicious of malignancy فعلامة الملignancy اللي منخاف منها في radiology شوف المicrocalcification والspeculation والثickening والفibrosis والثickening of the skin over it فمنعمل المامو هاي المريضة لما عملنا لها بيانت إنها عندها بس solid 1-man بالالترسان solid وبين عندها بالمامو إنه فيها microcalcification وفيها speculation صار في عنا suspicion كبير إنها تكون malignancy صار في عنا suspicion إنها تكون malignancy أوكي فهي صار الأشياء البوزيتف في المالغنancy اللي هي من الهيستر والفيزيكال examination الأشياء المريضة الصجست بصير بالإجهار أكثر الكنسيستنسي of the mass إنها firm وإنها slightly tethered to the skin clinically أوكي والموبيل تتاعتها limited وإل defined وبين علي إنها بالالترسان إنها صولد وبين علي إنها بالمامو جرام إنها فيها microcalcification or speculation أوكي صار بس منقدر نحن فيها مين إنه ما لننسي 100% وقوة هيد لا ما منقدر لسه بعد فيه investigations مين بيقول شوف بيوبسي شون عمل هديل بيوبسي 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 إذن هاي الأشياء الرئيسية اللي بنعمله في البريست بشكل عام بعد الفيزيكال examination والهيستري بنعمل ultrasound mammogram بيوبسي البيوبسي فكرتين فكرة شو فكرة الأفنية الأفنية إحنا منأخذ خلايا يعني تكون cytology مش ما منأخذ تشو كامل cytology منأخذ تشو يعني مندخل needle ونركب على syringe fine needle 21 gorge أو أقل يعني رفيع كثير ما بتقلم المريضة ولا بتضايق كثير وندخلها في هالماس يجوز تحت ultrasound أفضل مشان نكون فيتين بالضبط في الماس under ultrasound guidance وبعدين وإحنا مندخل فيها ومنحرك forward and backwards وبنبدأ نعمل suctioning مشان إذا طلع خلايا صار tear أو خلايا separated فإن بمس it will be sucked by the syringe وبننفخ the syringe على slide وبنطلب الصيتologist يطلع عليها فممكن نشوف هو changes في السلز إذا طلع معانا السلز changes suggestive of malignancy أو evident of malignancy هذه cytology FNA cytology لكن اللي ممكن تعطينا especially من أكثر اللي هي core ultra cut biopsy إنه مندخل اللي تخيني وإلها إلها edge وإلها sheath بحيث إنها it will cut a piece of tissue وهي وهي طالعة it will cut a piece of tissue يعني piece of tissue بتطلع حوالي مثلا نصف مليمتر يعني فيه tissues ولذلك هاي بتكون more informative مش بس cells رح تكون tissue وحيعطينا قرار إنه في malignant cells وممكن يعطينا هاي malignant cells هما فيهم estrogen receptors وفيهم progesterone receptors هاي الأشياء اللي لاحقا بتهمنا إنه هالمليك ننسي هاي تتجاوب على estrogen تتجاوب على progesterone ولا ما بتتجاوب يعني فيه receptors على الخلايا لل estrogen ففي الواقع أكثر فحص بنعمله إحنا له core biopsi أو true cut biopsi لكن إذا طلع عندنا بالأفأ أنه طبعا true cut biopsi أو core biopsi is more traumatic يعني أنت بتدخل needle wide وممكن يصير فيه محل ما أنت footed hemorrhage or discoloration or swelling بعد العين وإحنا الإجراءات الثانية إنه نعمل insiginal أو insiginal biopsi ما مروح إحنا في المركز المتقدم تكتفي في FNA أو تكتفي في true cut biopsi أوك in this patient عملنا true cut biopsi إن الجواب this is cancer and this is الجواب cancer اسم malignancy infiltrating ductal carcinoma في أنواع على carcinoma pathological types of carcinoma آه شباب تعرفوا some pathological types of carcinoma هاي النوعية اللي هي السملة infiltrating ductal carcinoma is the common بسموها not otherwise specified ما إذا الشكل واضح specified هاي هي الكمون هذا في malignancies ممكن يكون شكلهم جايين مثلا زي medullary carcinoma papillary carcinoma mucinous carcinoma tubular carcinomas بكون في أشكال معينة بتظهر في فتقروا عنهم انتو بالكتب أنه تعتمد على shape of the cells configuration of the tissues وجود mucine وجود lymphocyte infiltrations وشغلات زي هذي بس احنا بهمنا أنه this is the most common إلى ductal carcinoma invasive ductal carcinoma معنا تطلعت من epithelium of the ducts وبدأت تعمل invasion وتعمل infiltration ل breast tissue that is the most common فإنه اسمه lobular carcinoma مش من الدكس بتطلع من الليبيولز الليبيولز اللي هما بعدين بيفتحوا على الدكس فاللبular carcinoma تقروا عنها lobular carcinoma واللبular carcinoma معروف عنها ممكن تكون bilateral على الجهتين وممكن تكون multifocal مثلا هذه أشياء بتقرؤوها يعني بس لما أنا بيجيني lobular carcinoma بصير أفكر لازم أركز على breast الثاني اللي يكون على بقية البريست أوكي فهون it was infiltrating it was infiltrating in the carcinoma ومتخلص ثبت الدياغنوس الآن كل الكلي cassopition و radiological cassopition وهلا تشرط diagnosis this is final this is breast cancer ظل شين نعمل التreatment دكتور ظل إش نعمل التreatment في إش نعمل stage لل cancer هاد يس بدأ نعمل stage يعني نسأل حالنا نقول طيب إحنا بأي مرحلة هل إحنا بكير tumor ولا مش بكير لأنه هس بيقر بيقرر إنا هذا staging بيقرر إنا type of treatment اللي بنستعملها وبيقرر إنا بطينا انطباعة قديش البروغنوزز قديش فعلنا أمل للشفاء التام ولذلك بعد فعلنا شغلة بتهمنا مع إنه إحنا ما حسيناش lymph nodes وإحنا دائما منقول وبتقرع وبالكتب إنه خط الدفاع الأول ل cancer في breast هو axillary lymph nodes يعني أول ما بده ينتشر breast cancer أول ما بروح على lymph nodes في الأجزلة وبعدين ممكن يعدي على other organs في الجسم ممكن بعدين يصل للlung ممكن يصل للبون معروف عنه بروح البون ممكن يصل للليبر ممكن يصل لأي أورج في الجسم بس هاي المناطق الكمن it can metastatize to the bone to the lung to the liver ولذلك بلن نعمل screening لهالأعضاء هاي قبل ما نقر لا يكون إنه هذا واصل للبون ما يكون لأنه المريض يكتشف من شهر بس بجوز صار وسان بس هي ما بغان تفحص حالها كويس توصل الاثنين صانتي تقدر تلاحظه إذن نروح نعمل screening للبادي فنروح عاملين مثلا chest OCT scan chest bone scan abdominal scan CT مش عن liver والabdomen وممكن إذا في neurological symptoms عند المريض نعمل brain CT scan فنروح نعمل screening أو أحيانا نعمل نسموه pit scan اللي هي pit CT اللي هو عبارة عن CT مع isotope scan فندور تنشوف في distant metastasis ولا لا إذا طلع عنا كل الفحوصات الرئتين وال liver والbone negative منقول ما فيش distant metastasis ما فيش gross distant metastasis ترى هذا لا يعني أنه في micro metastasis بعدها مش ظاهرة ولذلك مستقبلا بنظر حطين بالاعتبار أنه ما يكونش في مستقبل نصير ريكرانس أوكي إذن هلأ خلصنا عملنا CT للمريضة عملنا بتسكان مع CT تأكدنا من البون وال لنجز ما فيش فهي الساعة تصار في عندنا tumor منسميه ومنعمل staging إليه منقول this is TNM classification TNM classification كم lymph node أول إش إذا فيه أو لا وكم lymph node involved بهذا الماس إذا فيه lymph nodes لأنه لنعدهم بالنسبة يعني فيه بابا بالنسبة أو موبايل lymph nodes N يعني N0 هلأ أوكي كويس انت عاكيتي T كيف نقسمهم مثلا T نقدرها T1 T2 T3 T4 مش هيك حجمها مثلا 2 صانت وتحت T1 2-5 T2 5-10 T3 أكثر T4 أو أي حجم أي حجم مع skin ulceration أو مع satellite legions يعني في مناطق فيها كمان involvement بصير T4 على طول أو PD Orange بصير T4 على الطول هاي قصة PD Orange ما حكيناش عنها PD Orange PD Orange يعني بكون في عندنا شكل برست زي قشرة برتقال بسموه PD Orange لأنه بكون في multiple retraction في السكن أوديما في السكن فمسميها PD Orange أي مريضة عندها ماس وفيه PD Orange على الطول نعتبر T4 N إيش أن يا دعا اللي هي lymph nodes involvement lymph nodes إذا ما فيش منسميها N0 مشيك إذا فيه lymph nodes بس موبايل نسميها N1 إذا فيه lymph nodes وFixed يعني لزقة بالأجزل لما تتحرك بصير N2 وإذا فيه superclive lymph nodes بصير N3 هلأ ال-M لهم المتاستيس مشيك وذلك المتاستيس بيّن علينا بهال ال-investigation بال-CT بال-Bone بيّن علينا لأ ما بانش نسميها M0 إذا بيّن Bone بصير M1 هلأ أي بيضة M1 يعني وفيه متاستيس صارت stage 4 خلصنا إذن هنلاحظ إنه مثلا اللي T1 T2 اللي السبعة مصغار T1 T2 وفيش lymph nodes نعتبرهم stage 1 بينما مثلا T2 وفيه lymph nodes نبدأ بstage 2 T3 وT4 مع lymph nodes T4 stage 3 أو stage 4 المهم أهم شي نحط T1 قديش T قديش ال-N قديش ال-N قديش هاي مريضتنا هاي مريضتنا كانت T لاحظوا مريضتنا 2 صانتي نسميها T1 N0 M0 يعني نعتبر stage 1 وممكن حد يقول لك لا هاي stage 2 لأنه انت مش أكيد 2 صانتي يعني تكون أكثر من 2 صانتي حنا نحددها أكثر بالالترسوند ألترسوند يعطينا قياسة أكثر من فحص إيدينا أوكي فحنا اعتبرنا stage 3 هاي stage 1 من بشر المريض منقول له والله إن شاء الله وما رفتعك is early the prognosis is going to be good وإن شاء الله 5-4 survival قد يصل إلى 85% بينما تخيلوا أنه stage 3 وstage 4 prognosis بنزل كل ما زاد stage كل ما يعني في stage 4 بجوز 5-4 survival يوصل إلى 30% بس stage 2 ينزل إلى 70% stage 3 ينزل إلى 50% وهكذا فكل ما كانت يعني إحنا بنعتبر دائما stage 1 وstage 2 they are curable breast cancers and they have good survival بينما 3 و4 survival is low أوكي ويستدعي بعد شوية شو نعطي multiple يعني modalities of treatment طيب فقرصنا هلأ what is the treatment شو نعمل هلأ المسج اللي أنا بدي أعطيكو إيها إنه treatment دائما كانوا أبد لأن مش type of treatment اللي بيقرر الprognosis أكثر إشي stage وأكثر treatments اللي متفق عليها تقريبا بتعطينا نفس النتائج لكن إحنا بنختار مثلا هاي المريضة في أنها نوع من surgical treatment نسميها conservative surgery أو breast conserving surgery يعني هاي المريضة ممكن ما أشيلها لبريست كله أشيل لها الماس وال surrounding tissue نسميها wide local oxygen أو breast conserving surgery يعني بنحفظ على breast بنشيل الماس بس ما بنكتفي بالماس لحالها لازم نأخذ حواليها normal tissue تقريبا حوال 2 سانتي من جميع النواحي نسميها safety margin يعني لن بدي أشيلها أنا بدي أشيلها وأتأكد أنه مش قاعد بشيل على الحد بالظبط قاعد بشيل distant away على الأقل 1 سانتي 2 2 سانتي from the edge of the tumor وعشان في مرض الحالات يستطيع أنه الكوادرانت كلها تروح يعني هذه المريضة عندها ماز في الأب أو 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 الأبر أو 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 بال證 Johann трis المنز كانت موجودة بالوسط وحواليها كله normal tissue يعني ما ضل في أي residual malignant cells في the breast this is breast concerning surgery أو conservative surgery of the breast في ناس بيقول لك لا يا عمان ما بكتفي بهذا الحكي خاصة إذا tumor أكبر من H إذا كان مثلاً 4 صانتي 5 صانتي وخاصة إذا كان central يعني خلف الأيرو بيقول لك لا أحنا لازم نروح نعمل mastectomy كامل نشيل the breast coliato total mastectomy yes come on this is a model of treatment بس في ناس بيعتبروا أنه والله عندها tumor 1 صانتي أو 2 صانتي يعني it is over treatment لكن it is a treatment لأنك تعمل mastectomy وأنا هاي الست لو كان عندها tumor نفسه 2 صانتي لو كان خلف الأيرو يعني بالوسط I will remove the whole breast لأنه أنت when you بدك تشيل safety margin تأخذ 1-2 سنتيمتر على الداير من tumor خلف الأيرو معناته ما ظلش بريست تقريباً central وأي بقايا بريست رح تكون deformed وكوزماتيك لي نتأكسبتبل 2 هاي المريضة يعني كان نسأل حالنا هلا بالستين يعني هلا لماذا لن أترك بريست سؤال دائما اللي بتروح لنه why to leave the breast هدفين واحدة كوزماتيك وهذا الحك يكون بهم the young patients اللي عمر العربعين وثلاثين واللي بعدها مش من الزوج مثلاً إذا كان عمر الخمسة وثلاثين وليس نتمر بهمنا يضل الها بريست وهي بهمها as young كوزماتيك بس واحدة بالستين وبالسبعين مثلاً وعنت center tumor وbig tumor مش رح تكون كثير معنية في الكوزماتيك appearance وفنكشنال the breast is no more functional يعني ما رح تعمل cycling ولا رح تخلف أوكي فهي اعتبارات يعني تأخذ مننا وقت وإحنا بنناقش بالمريض وبنناقش في المنجمت مثلاً بس أنا هلا على السرعة مشان نحاول ما ننهيك ومشان نرجع لك على الساعة واحدة منقول أنه هاي المريضة كانت a good candidate for conservative surgery مع أنه عمرها 60 سنة كان سهل أنه نحظلها على بقية البريس ونشيل outer upper quadrant نتأكد أنه نشلنا المنس و safety margin أوكي وفي نفس الوقت لازم نروح على الأكزلة أثناء العملية ونحمل axillary dissection لأنه إحنا قلنا قبل شوية أنه الأكزلة ممكن أنه يكون فيها إلاج lymph nodes ما حسيناه مش فحتى نتأكد نأخذ إما sampling يعني عينات أو منشيل كل axillary lymph nodes ونوديهم للمختبر والمختبر راح بروح بجاوبنا بعد شوية بقول لنا lymph nodes أنتم طلعين 20 lymph nodes كلهم طبيعيات مثلا أو أنتم طلعين 20 lymph nodes فيه ثلاثة منهم واصلهم malignant cells أوكي فthis is very important إنه نعمل dissection أو sampling إذا في بعض الناس بقول لك لا نحن نخذ sampling هاي بتعود وتقرؤوا عنها في الكتب إنه في إشي اسمه centenyl lymph node centenyl lymph node بتقرؤوا عنها إنه إحنا ممكن نروح tumor قبل ما نشيله نحقم فيه مادة ملونة وإحنا فاتحين بالعملية يعني ونتطلع أول lymph node بتتلون نخذها ونوديها للمختبر وإحنا بالعمليات frozen section بقول لنا هاي واصلها malignant cells هذه الساعة بنعمل axillary dissection بقول ما فيش فيها malignant cells بقول ما فيش داعي إنه نشيل lymph nodes فإذا كان عنا انطباع إنه lymph nodes involved we should remove them إذا محناش عارفين كمان we remove them فنعمل axillary dissection مختصر axillary dissection هلأ العين نشلناها والbreast عملنا reconstruction وعادنا شكله صار شكله الbreast بس أصغر من الجهة الثانية أوكي حطينا dream في المنطقة وطلعنا هلأ الpeatologist حيعطيني بعد أسبوع أو عشر أيام حيعطيني تقرير مفصل حيقول لي هذي tumor 2 ب2 سانتي أو 3 أو لا طلع 2 ونص سانتي حيقول لي إنه كل الحواف اللي على دائر وكوليتهم فيش فيهم مليقين سينز حيقول لي إنه أعمق منطقة أو أبعد منطقة أنت شايلها حوالي مثلا نص سانتي عن tumor حيعطينا انطباع إنه كم lymph nodes إحنا شايلين وكم lymph nodes واصلهم أوكي هلأ النقطة البدلية التي تعرفوها كمان كل ما كان lymph nodes عدد lymph nodes اكثر كل ما كان البروغنوسيس أسوأ كل ما كان البروغنوسيس أسوأ إذن من الأشياء البروغنوسيسي في الكانسر اللي بنا نعرف إنه كانسر سيء أو أجرسي ولا أقل خطورة اللي بنسميهم بروغنوسيسي فاكترس منهم مثلاً الاجه كل ما كان المريضة ينقر كل ما كان البروغنوسيس أسوأ بينما الإلداء الأقل كل ما كان تيومر والدفرنشيت أو بورلي دفرنشيت بورلي دفرنشيت يعني صار فيه تغيرات في الناديجنان بحيث بطلة تشبه الخلايا الأصلية بينما الويل دفرنشيت بعد فيه شبه بالخلايا الأصلية الويل دفرنشيت بروغنوسيسي كويس في مدرات الويل دفرنشيت في بورلي دفرنشيت بورلي دفرنشيت البروغنوسيس بكون سيئة عدد الليمف نوات كل ما كان more lymph nodes invoked كل ما كان البروغنوسيس أسوأ كمان الاستروجيار رسبتر وبرجسترال رسبتر اللي عندهم استروجيار رسبتر تيومر نفسه في استروجيار رسبتر وبرجسترال رسبتر أكثر بكون البروغنوسيسي كويس بينما الهير 2 نحن الآن ننتظر شو رح يجينا بعد ما وصلناش الباثولوجي ريبورت تع المريضة مشان ننقرر بعدها أنه نعطيها كيموثرابي ولا نعطيها ريديوثرابي ولا نعطيها بوث. هلأ القاعدة اللي منخلي لها برست لازم نعطيها ريديوثرابي. هاي المريضة ظل برست لازم نعطيها ريدياشن للرمينيين برست مشان إذا فيه أي فوق occult small malignant cells في المناطق الأخرى من البرست لنعملها الدمج. ونعطيهم كيموثرابي إذا كان في involved lymph nodes. فهلأ later on رح نصير عنا مجال نناقش معكو أنه شو الأجوفانت كيموثرابي والأجوفانت ريديوثرابي الماليقننسيز اللي في عندهم اللي نعمل لهم local surgery ونخلي جزء من البرست لازم يأخذوا adjuvant radicular قاعدة عشان هي كسر ستات اللي بناقش محهم بالستينات وطالع بقول لله إذا شئنا البرست كله الثادي كله وعلى الأغلى ما نحتاج نعطيك أشعة إلا إذا تبين إنه تيومر كان aggressive ووصل chest wall إنما هاي المريضة مثلا لازم نعطيها لأنه ظل برستشو من خاطر ظل فيه أو يكون فيه occult multifocal areas ما طلحوا من أجهزة الأشعة ولا طلعوا عنها التوم كمثال كمثال وتظهر later on as recurrence عشان هيك إذا في ملغان سيلز ماشيون بالدم وبعدين نروح على العظم مش مش شرط يبانوا في الصور بالبدايات وممكن بعد سنتين يبدو يظهروا لي as metastasis or recurrence عشان هيك كيف من نقتلهم ما منقدر نقتلهم إلا بال chemotherapy أنا رحكت في العد هون يحد منكم بدو يسأل ديبتور بالسؤال طبق شو الأحسن إنه يكون هذا الماس تكون fixed with chest wall ولا لا لا طبعا should not be fixed 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 على advancement fixed على advanced tumor fixed مصيبة fixed مصيبة breast cancer اللي بيكون بعده mobile معناته لسه مش عامل limb vaginal chest wall آه تمام دكتور other questions دكتور بس سؤال على classification between the primary primary tumors وال lymph node involvement يعني الـ regional lymph node classification الـ N هو centimeters والA والT هو شو من اللي بحكي ما يا عبدالله نعم عبدالله كحيف عبدالله انت بتتسأل N ايش مالها ال-N هي shoot classification ال-N فتح عندي N معناها node يعني اختصار لنون node ال-N ما فيه جياس بالحجم ال-N فيه palpable lymph nodes محسوسين محسوسين بالإيد منسميها N مش محسوس بالمرة منسميها N zero اذا محسوس lymph node بس بتتحرك منسميها N one اذا محسوس lymph node و fixed يعني ما بتتحرك بسهولة منسميها N two إذا حاسين superclavicular lymph nodes vocal clavicle سميها N three ما لها علاقة بالحجم اوكي هي علاقة بينما tumor الأصل tumor الأصل اللي موجود بالبرست هو اللي من يعزيله بيه T tumor T tumor T بداية كلمة T tumor فT حسب size هون هون size إذا كان T مثلا لحد 2 صانتي نسمي T1 2 لا 5 T2 5 إلى 10 T3 أكثر T4 أو أي T يعني 1 صانتي حتى ويكون في Pd orange نعتبره T4 و 2 صانتي ويكون في ulceration بالskin نعتبره T4 اوكي 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 يعطيك العافي طيبا هذا كان بوتين أظل ما أطول من هيك في هذا الموضوع لان لسه بعدنا قدامنا حديث كثير عن طيب منجمنت وعن طيب وفي عنا شيء عاملين زي البجت تيومر أو الماليقنانسيز في البريغنانسي وماليقنانسيز في اليونج بيشين وإلى آخره فراح حصلنا مجال في محضرات أخرى نتمنىك التوفيق بس هلا أنا يعني يعني يؤسفني إنه العدد اللي موجود كان قليل الموجودين يعني مفروض يكونوا ستة عشرين فعندي واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة كمان تسعة عشر دعش تنعش تربط عشر واحد في حد أنا ما ذكرت اسمه نعم دكتور بس دكتور أنا مين اللي ما ذكرت اسمه أنا رانيا شويات رانيا شويات كتبت اسمك آه لأني لحظت اسمك أوكي غير عبدالله كحيل عبدالله عبدالله حطي ناديت عليك ما جاوبتني عبدالله إيش أنت عبدالله كحيل كحيل أوكي موجود أوكي أعطيكم العافية إن شاء الله مشوفكم بالراوند المحضرات السلام عبدالله 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 عبدالله